اشتركوا في القناة ويعني طبعا تعرفين اصابة مؤمن جامدة شوية مزق في العضلة الضمة النادي الاهلي بيجدد التوأمة مع الاتحاد المجري لكرة القدم في حضور السفير المجري كان برضو قبل الاهلي عمل اتفاقية قبل كده مع الاتحاد المجري من خمس سنين لما كان كابتن حسن حمدي هو رئيس النادي الاهلي الاهلي بيرصد 14 مليون جنيه لتشييد المجمع الأوليمبي للسباحة عايزين النادي الاهلي يعمل مجمع أوليمبي للسباحة في فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد هنا في 6 اكتوبر رصدين حوالي 14 مليون جنيه عشان يتعامل المجمع ده وتبع حاجة رائعة جدا صابر رحيل جاهز لمباراة الاتحاد السكنداري وبرنامج مكسف لتجهيز سعد سمير سعد سمير كمان هيعود لمباراة الاهلي امام الاتحاد ان سعد كان المباراة اللي فاتت موقوف وشريف حازم وحمد نجيب هم اللي كانوا بيلعبه صابر رحيل برضو كان غايب للإصابة في مباراة الاهلي والحرس كان عنده إرهاق في العضلة الخلفية وبالتالي صابر رحيل هيكون موجود فيه المباراة القادمة للنادي الاهلي أمام الاتحاد السكنداري يوم الخميس القادم إن شاء الله في ستادي سكنداري طيب أروح لكابتن سيد مرعي أو كابتن سيد مصطفى وكيل اللاعبين وهو وكيل أيمن موسيقى